دلوقتي تعالوا نروح لمنى الشرقية مرة تانية لموجز لأهم الأنباية تفضلية منها شكرا ليك أحمد التامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التليفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الغاية الأسمى للدولة هي الحفاظ على بقائها وحفظ الأمن وتحقيق الأمان للمواطنين وأن ذلك لن يأتي إلا بوجود جهاز شرطة واع ومدرك لطبيعة وظيفته وشدد الرئيس السيسي خلال كلمته في احتفال وزارة الداخلية بالذكرى السبعين لعيد الشرطة أن رجال الشرطة أثبتوا في معركة الإسماعيلية عام 1952 أن الدفاع عن الأوطان ليس مرهونا بامتلاك العدة والعتاد بل بمدى عقيدة الرجال راسخة داخل نفسهم وخلال احتفال وزارة الداخلية بالذكرى السبعين لعيد الشرطة كرم الرئيس السيسي أسماء شهداء الشرطة حيث أصدق على منحهم أوسمة الجمهورية والاستحقاق ومنحا الرئيس السيسي وسامة الجمهورية من الطبقة الثالثة لإسمي الشهدين عقيد أحمد جابر أحمد نصار والمقدم عبد الرحمن عادل عبد الرحمن عبد كما منحا الرئيس السيسي وسامة لاستحقاق من الطبقة الخامسة لإسمي الشهدين مساعد شرطة ثالث عبد المحسن المنشاوي عبد العزيز والشهيد مجند أيمن الحاج إبراهيم أبو ناصر ومنحا الرئيس السيسي عددا من أعضاء هيئة الشرطة أنواطا لامتياز تقديرا لعطائهم وإخلاصهم نظمت الوكالة المصرية للشراكة من أجل تنمية جولة تفقدية بمحافظة الأقصر لسفراء الدول الإفريقية المعتمدين بالقاهرة وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرعاية الصحية شملت الجولة اطلاع السفراء الأفريق على ما حققته مصر من نقلة نوعية في مجال خدمة الرعاية الصحية خاصة بعد إطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل وكذلك المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة وحياة كريمة فضلا عن تفقد سادة السفراء الأفريق لبعض منشآت هيئة الرعاية الصحية التي تم تأهيلها وتجهيزها للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد أعلن التحالف العربي أن الدفاعات الجوية دمرت صاروخا فاليستيا أطلقته قوات الحوثي تجاه محافظة ظهران جنوب المملكة العربية السعودية وأفاد التحالف بسقوط شضايا الصاروخ المعترض على المنطقة الصناعية في ظهران واستطى قارير أولية تفيد بوقوع خسائر مدية في بعض الورش والمركبات المدنية وأضاف التحالف أن قواته دمرت منصة إطلاق صواريخ باليستية في محافظة الجوف باليمن منوها بأن المنصة استخدمت فجر اليوم في إطلاق صواريخ باليستية نقلت وكالة أنباء الإمارات عن وزارة الدفاع قولها أنها اعتردت ودمرت صاروخين باليستيين أطلقهما قوات الحوثي باليمن مضيفة أن الهجوم لم يسفر عن دقوط ضحايا وأضاف البيان أن بقايا الصواريخ الباليستية التي تم اعتراضها وتدميرها سقطت في مناطق متفرقة حول إمارة أبو ضبي قرر رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان تجدد وقف إطلاق النار على امتداد البلاد في كافة الجبهات وجاء في نص القرار الذي نشر على الصفحة الرسمية لمجلس السيادة الانتقالي على فيسبوك أن هذا التقرير يأتي لتهيئة أجواء الاستقرار والأمان في البلاد واستشراقا لعهد جديد يسوده السلام والطمأنين والأمن أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 1209 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 343 971 حالة وأوضحت وزارة الصحة تسجيل 1603 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحليلها للفيروس ومتحوراته مشيرة إلى وفاة 38 حالة جديدة نهاية مجاز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يومصر بعض الفاصل